طيب هو بقى عايز اخدك ليه المغرب المغرب اداء مبهر في المنديال اربع نقاط من كرواتيا وبلجيكا حاجة فوق الخيال وفوق التوقعات كمان غدا مباراة قوية جدا امام المنتخب الكندي وانا بقول مباراة قوية جدا كندا خلاص رمت كل حصوصها خارج المنديال وخلاص هي خارج المنديال رسميا وبالتالي هي تلعب مباراة للشهرة مباراة لاسمها يعني وبالاداء اللي عملته في بداية المباراتين سواء كرواتيا اوبلجيكا بداية المباراتين للمنتخب الكنديك هيبدأ كهوية جدا وكده تراجعت عشان كده هي المباراة مسهلة هي مباراة خداع جدا للمنتخب المغربي الواحد هيقول خسارة لو المنتخب الكندي طبعا نتمنى المنتخب المغربي انه هي حق النتيجة كسحة يعني بس هيبقى صعبان علي قوي كندا انها تخلص نوكز الـ 32 كتصنيف عامي يعني بالنسبة لمنتخبات كاس العالم طبعا اداء كبير منهم منتخب سريع منتخب متطور طبعا يعني ديفيز هو الفاكهة بتاعته الفونسو ديفيز طبعا وعمل بالضبط الفونسو ديفيز وفي نفس الوقت شبه شوية ألابة مع النمسا كده شوية انه هو بك شمال ونص ملعب وبيشوت وبيلعب كورت سابتا وكلام ده كله خلينا كان بقى عن المنتخب المغربي احنا مش عايزين نحسده يعني يا رب يكمل التجربة دي على خير وبإذن الله يتصدر أنا ياسف أنا أطعك في الموضوع مش أنا حسدهم دي في تريندي كده كان طالع النهاردة قالك كل ما بتشجع المنتخب بيخسر وعملاتك كل العرب كانوا بيشجعوا السعودية كل العرب كانوا بيشجعوا لا لا هو كله بس احنا برا كاس العالم برا كاس العالم لا بس يعني نتمنى المنتخب المغربي يتم المهمة على نجاح ويتصدر كمان مش بس انه هو يعني يتأهل ويقرر يعني السيناريو لما تصدر قبل كده مجموعته سنة ستة وتمانين طيب المنتخب المغربي عجبني في كذا حاجة كريم أول حاجة بالإيدر جراجي مسد وخلى اللعيبة السد إنه هم منتخب ينفع ينافس الصف الأول ومنتخب كبير وليه وضعه وليه شخصيته الكلام اللي أنا كنت بقوله لك قبل ما نتكلم عن المنتخب المغربي كله متحقق في المنتخب المغربي في حتة الشخصية والعقلية اللي بيبتدوا بيها كل المباراة وبيكملوا المباراة على مراحل مش بس فكرة إن أنا بصل بدفعيا بس لا أنا كمان إن أنا هكون ببص على الجانب الهجومي ده اللي ما بصلوش مثلا النهاردة هيرفي رينار إحنا بنتكلم المنتخب المغربي بيلعب منظومة سابتة بغض النظر عن المنافس سواء أنا بلاعب بلجيكا بلاعب كرواتيا أو بلاعب كندا إن شاء الله بكرة بيلعب بطريقة أربعة تلاتة تلاتة عنده لعيبة من الصف الأول عنده أظهرة والأظهرة دي عملة ندهة من وجهة نظري في منتخبات البطول نادرا لما بنلاقي منتخب عنده ظهير منور فما بالك ما شاء الله إن هم عندهم اتنين أظهرة وحتى بالبدائل بتاعته يعني هو كان الاتماد على أشرف حكيمي وعلى نصير المزراوي اتصاب نصير المزراوي نزل مكانه يحيي عطية الله نجم الوداد فبالتالي ما عملش أي مشكلة في موضوع الأظهرة مش بس كده نص الملعب كان معروف شوية بالنسبة لمنتخب المغربي نص الملعب مش على مستوى حراسة المرمى والدفاع والهجوم لكن نص الملعب مقدم مباريات خوية جدا مرابط مرعب سوفيان مرابط بنتكلم على الملاح يوسف الملاح بنتكلم على لعيبة حتى كمان البودلاء بتوحهم بنشوف أن هم بينزلوا ويعملوا فرق زي ما حصل بالنسبة لمنتخب البلجيكي يوسف النصيري عمل دور أكبر من دور أن أنا أسجل أهداف بس هو جزء من المنظومة شبه شهوية لما تكلمنا جيروه مع المنتخب الفرنسي طبعا حكيم زياش بس لسه حكمان يعني احنا بنتكلم على كل ده أنه لسه حكيم زياش وبيتحسن مبارا ما فاتت منه بزماتش وبيتحسن بيتحسن بالضبط فمع يعني ده اللي كمان ما خلييني أتفاعل إن شاء الله بعد عقبت يعني كندا نحن نشوف المنتخب المغربي في دور الستاشر وفي دور التمانية بإذن الله إنه هو يقدر إنه هو يجاري المنتخبات اللي بتواجه المنتخب المغربي فشابو للمنتخب المغربي على كل اللي تقدم وبإذن الله على اللي هيتقدم شابو على العقلية شابو على الجودة بتاعت اللعيبة شابو حتى كمان المنتخب المغربي متماسك قوي يا كريم تحس إن كل اللعيبة ما حدش بيلعب لنفسه خلص حتى أشرف حكيمي هو يعتبر النجم بتاعهم هو اللهب على المستوى الأول بس بنلاقي إن فيه لحمة في المنتخب المغربي فعلى المجمل منتخب المغربي فيه كل المميزات نتمنى إن شاء الله إن الظروف تخدمه التوفيق يخدمه ويقدر يروح بعيد في كاس العين طيب لو هناخد إن شاء الله ناخد الثلاث نقاط بكرة كمنتخب المغرب ونحصد السبع نقاط في هذه المجموعة ما للمنتخب الثاني لسي أصعد مع المنتخب المغربي كلوقات سواء اللي بتجيك مباراة صعبة جدا جدا يعني قبل البطولة كان كل الناس بترشح بلجيكا يعني إن تتصدر المجموع كرواتيا ما؟ كرواتيا بس كرواتيا جيل 2018 طبعا العمر يعني كرواتيا من أكبر الأعمار الموجودة في البطول